خلينا نشوف كويس في الخلينا النهاردة نفوكس شوية بقى على حدة الفاريبلز اللي اتكلينا عليها مرة فيها فخلينا نعرض شوية حاجات كبه نعرض شوية built-in زي مثلا سيميك سورس داير سيميك كارنت سورس داير سيميك بايناري داير سيميك كارنت بايناري داير ونعرف ايه الفرق ما بينهم والسيميك جنريتور مثلا يعني فتعالنا نراني كده نسيف ونعمل السيميك بتاعنا البلد بتاع السيميك بالشكل دا كده ونشوف اللي بيطلع هنا طيب تعال نقرن مبدئيا سيميك سورس داير من اسمه كده مفهوم ان هو بيكلم على سورس داير او اول سيميك تران طيب كارنت سورس داير اللي هو اللي انا واقف فيه حاليا يعني لو اللاين ده مكتوب في سيميك تاني هيديني الباص بتاعه يعني تعال واحدة واحدة بص كده بما اني انا دلوقتي في نفس السيميك اللي هو البيرانت وهو الكارنت بالنسباني فطبع لي نفس الباص لكن لو انا في الفايل تاني مثلا زي اللي بكده خلينا نشيل التهيشة دي مثلا وباجه اطبع السورس داير مين السورس داير مين الرئيسي اللي برا ده مين الكارنت سورس داير لا ده اللي جوه اللي بدا ده الكارنت دلوقتي فتعال كده نسايف ونرن برضه نفس السيميك تاني هنلاقي بص الاختلاف هنا اللي هي فروم لب دي ده السورس داير اللي هو الشخص اللي برا اللي هو سي وورك سبيس سي بلاس بلاس لاب اندرسكور واحد سيميك لكن هنا الكارنت بقى يطبق على البايناري والقارنت بايناري دلوقتي البايناري يعني الفايل ده بيطلع او بيطلع لب فبالتالي ده ده دلوقتي انا بقول مكانه هيبقى فين مكانه هيبقى جوه فتعالا نبص كده هنلاقي هنا اهي معلش الدنيا تحت زحمة شوية بس احنا ايه ممكن كده هتلاقي دلوقتي بيقولك ايه هنا ده جوه البيلد الكارنت بايناري داير برضو جوه البيلد لان الكارنت بتاع الراجل ده بتاعه برضو هو هو نفس الايه الكارنت طيب لو جينا شيلنا التهييشة بتاعت الاتنين دول اللي هم الكارنت والاااا الكارنت والعادي الوريجنال والكارنت تعال نشوف هيترنه فين نسايف نرجع شوية كده عشان نشوف نمسح الكلام ده وين نرن السيميك تاني او تعال نشوف من فروم لب بيقولك ايه السيميك بايناري داير اه ده اللي جوه البيلد ده الرئيسي مفيش مشكلة طيب السيميك بقى قارنت اللي هو دلوقتي ده الراجل ده بيعمل لب فبيقولك ايه هيبقى موجود برضو جوه البيلد بس مش بجوه البيلد وخلاص لا ده جوه البيلد هتلاقي في فايل اسمه لب اللي هو لو احنا فتحنا البيلد هلاقي في فايل اسمه لب هتلاقي اللب بتاعتك جميل جدا يبقى دي شوية اللي احنا بنقول عليهم البلد ان الجنريتور بيقولك انت بترن المين فاحنا عارفين طبعا احنا كل مرة بنعمل ده جي للمين جي دابليو ميك فايل فبيقولك انت بترن الايه فدي شوية كان مهم ان احنا نبص عليهم طيب ايه تاني في شوية برضو انت ممكن تتهم يعني انا بقولك هنا ان انت مش جاست تقدر تريد الفاليو لا انت كمان ممكن يعني مثلا ده هنا بقول السي بلاس بلاس بتاعي على انهي ستاندر فانا بعرفه هنا على السي بلاس بلاس 14 فتعالا مثلا اشول الفاليو دي بعد ما باستها ونروح بس نشيل الايه شوية الحاجات اللي مالاش لازمة دي طيب تعالا كده نرن السي ميك هنلاقي دلوقتي بيقولك سي بلاس بلاس ستاندر على 14 فور اكزامبل لو انا جيت طبعة دي عشان بس انتبقى فاهمين برضو في حاجة اسمها سي ميك سي اكس اكس اندرسكور ستاندرد اندرسكور ريكويرد يعني بقول الاوبشن اللي انا ستيته ده هو ريكويرد ولا فتعالا بص كده هنجي نرن السي ميك ده هتلاقي قدام الريكويرد دي ما فيش اي فاليو بتتحط ده ليه لان هو كده ما فيهاش فاليو يعني فانت لما بتيجي تقول ان انت عايز تشتغل على اني ستاندر هتلاقي دايما في اي كود سي ميك هتلاقي مسلا هو بيقولك انا عايز اشتغل على ستاندر 14 هتلاقي تحتيه ده ده على طول اللي هو بيقوله اه ده مطلوب يعني ما ترنش غير ولو السي بلاس بلاس بتاعك سبورت تلقي السي بلاس بلاس ستاندر 14 فتعالى مثلا نيجي نرن كده بقى هتلاقي او سوري ليسا ما سيبناش تعالى نرن كده هتلاقي اصدامها ساعتها بقى ايه بقى ترو فعادة لما ديجي تشوف اي اكواد محترمة هتلاقي مثلا دول فوق في الاول كده خالص اللي هو بيقولك انا شغال على اني سي بلاس بلاس ولو سمحت ده مطلوب عشان مثلا ممكن استخدم استخدم لب بقى استخدم حاجة بتسابورت في سي بلاس بلاس 14 اوش بتسابورت اه قبل كده كويس فدول اه تو امبورتانت فاريبلز اللي هما بتوعي سي بلاس بلاس طيب معلومة تانية حابب اقولها لك ان انت ممكن تعمل الحاجة اه او زي ممكن اقول ماسج ستيتاس او كتب لك هنا كلمة براحتك عشان تشوف بس بس ده هنا كانت بشغالة وبردو لو كابتال برضو هتلاقيها شغال تعالى نرن الكلام ده هنلاقي كلمة ما سيبناش كالعادة احنا عمين ننسى هتلاقي كلمة براحتك بتطبع عادي ومفيش اي ادنى مشكلة عادي ان انت تستخدم الكومانز ناخد بالنا بقول من الكومانز يعني ليه لان هنا الارجيمنتز بتفري اه بابليك سمول غير بابليك كابتال وهكذا فانا بتكلم على الكومانز الكومانز ممكن تكتبها او لور كيس جميل جدا طيب ايه تاني رئيس اه اه دي حاجة مهم احنا اخدنا المرة اللي فاتت او المرات اللي فاتت ان احنا ممكن نست الان طريق ان انت تحط اسم الان هنا وبعد كده بتاعته بكل مثلا في لاين لوحده برضو حبيت اعرفك ان انت ممكن تشوف بعض الاكواد ان هي بتكتب بالشكل ده يكتب لك الحاجات ورا بعض في شكل ويسيباريتهم ما بينهم بالايه بالسيمي كولون فده اكسيبتبل وشغال عادي مفيش اي ادنى مشكلة اه حبيت برضو اقولك ان انت ممكن يبقى ليك اكسس على الانفيرومنت فاريبل وهتلاقي عادة اه ناس كتيرة جدا بتاكسس الانفيرومنت فاريبل مثلا عشان تقدر توصل مثلا اه الكمبيلر معين هو عامله مثلا بكروستول اه مثلا عايز يوصل اه الابتكيشن معين اه طبعا احنا ان ده في الاخر لغة برمجة فسهل جدا انه وانس يبقى عنده ممكن يست الراجل ده في يعني يعمل ست مسلا الانفيرومنت فاريبل ده في اكس ويقدر بقى بالاكس ده لغاية لما يوصل الابتكيشن اللي هو عايزه المهم يعني عايزين يتأكد من الكلام ده لو عملنا نقطتين هتلاقينا فعلا طبعة الايه كل الانفيرومنت فاريبل ده لعنده فاندرسكور اي ان في ده كيورد للسيميك وتحط هنا الاسم الانفيرومنت فاريبل اللي انت عايزه فزي ما بقولك انت ممكن مسلا تيجي تبقى عامل الكلام ده كده سوري اتاكوبي نيجي نعمل ست مسلا ونيجي نقول بوث مسلا وبص دي متعرفة خلينا نقول مسلا بي ونيجي ندي كده بالشكل ده بي دلوقتي بقى في ايه البوث دي كلها فتقدر بقى بالفوق بالوائل واللوبس والحاجات دي انت قدر تبارس بحيس ان انت توصل مسلا يعني عايز توصل الحاجة للسكريبت بتاعت البايسون مسلا عشان ترون سكريبت بالبايسون من خلال السيميك اوكي ايه تاني عندنا حاجة مهمة جدا 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 ان انت ممكن وانت بترون السيميك تدي بمعنى تعال ان بص الكلام ده كده هيجي اقول سيميك نقطتين داش دي اللي وده في الناشن يعني ليه الفاربل ده اللي اسمه ماي فاليو تخليه بعشرة يعني انا ممكن يبقى عندي فاربل هنا انا مش معرفه في الكود خالص ما هيعرفه من خلال السيميك ذات نفسها وانا شغال وانا بران السيميك فتعال كده نرن هتلاقي بص ارجمنت فاليو ايه عشرة جميل ده مش بس كده لا ده انا كمان بقدر اقول